أروز بسمتي هو وصفتنا نهار اليوم ولكن بمكون سحري خلطتها معه ستعرفوه في الوصفة من فينا لا يعرف يطبخ بسمتي؟ أكيد في كتير خاصة هذا النوع من نوع من البسمتي في نوعين بسمتي الأصفر والأبيض هذا الأبيض صعب جدا إذا زيت لها الماء أو نقصتي فغذي ينشف ولا يتعجن هذه هي لكن اليوم ما تحري مواله غادي طيبي هذا الروز تاعك وما يثق لك لا في الكاكوطة لا في المرميطة ولا كذلك يجيك نشف ولا يجيك معجن يجيك على حقه فقط تبعي هذه النصائح اللي غادي نقولهم لك اليوم وتبعي كذلك مقدر تعلمه وغادي ترحم يعني وتأكل يعشاء بنين وبسرعة يوجد يا السلام وبهذا المكولة كتشوفي فيه مخلط مع الروز قايمها يا بشتعرفيه وتكتشفيه روز بسمتي الأبيض الناعم والحساس مسكين هذا الروز لو لن تعتني به عناية فائقة فسيتعجن أكيد سيتعجن أو ينحرق ابقي معي وتابعي الوصفة خطوة بخطوة نعبر الروز نعبره قد كاس تعمى وانتي حابة تضع في المقادير من بعد ضع فيها هنا قد نغسل الروز التعيب بالماء يكون دافي ونخلي هذا كل النشاء اللي فيه كامل نقلحها نغسله بهذا الشكل ونصفيه وبعد ما نصفيه قد نضيف له الماء يكون ساخن نوعا ما ونخليه ساعة كاملة ما نغير لهش الماء نخليه ساعة كاملة في الماء بهذا الشكل شفتوا هذه النوعيات تع الروز شفو كيرقيق بزاف يعني يختلف عن هذا كتا الميزان اللي يكون شوية غليد عليه ويكون سفر هذا حساس بزاف فتبعي المقادير ويخرج بنين لدرجة ما تتصبريهاش إذا تبعتي هذه الوصفة بالدقة روحوا نجيبوا الطنجرة تاعنا ولا المرميطة كيما نقولوا احنا اللي هذه المرميطة فادتني بزاف لأنها تقيلة وتقيلة تشدلها سخانة وطيب غاية فهمتوني وما تلسقش أبدا هنايا شعلت النار وضفت الزيت مع الزبدة وإذا كان عندك سمن ديري سمن حطيت هنايا شوربة نعم شوربة غدي نقليها يعني يمكن على أغلب الناس الجزائري يجيهم غريبة لأن هذه الوصفة قليلة اللي يديرها وهذه الوصفة يعني يستعملها بزاف الدول المشرق العربي فأنا عجبتني قلت يلا خلينا نجرب أول مرة نجرب شوربة مقلية يعني ومحمصة شوفوا كيف فاللون التحى يصبح ذهبي قاتم يعني حرزوا احذروا وتحرقوها وبدأت تقولوا أخوها قالت تلنا حركوا حركوا حتى يصبح هذا اللون اللون ذهبي يعني رائع عجبني عجبني شكل التحى وكما عودكم دايما أنا نبغي نجرب وما نخافش يعني نجرب ونصدم وما نكتبش عليكم يعني البسمتي كان يخوفني بزاف حتى تلقيت لها العبر المناسب وكي اللي تقول لك البسمتي ساهل طيابة لكن كان نوعين نوعين الكيين اللي دي لها كأسين ثلاث كيسان عادي ما يتعجنش لكن هذا النوعية صعيب صعيب بزاف باش يعني تخرجي بسمتي على حقه لذالي قلت لك تبعي الفيديو وضغطي على زر لايك وإذا كنتي أول مرة تشاهد الفيديو اشتركي وأهم شيء إنك تفاعلي الجرس الجرس الفوقاني اللي في زج خطوطة هذا مهم جدا لكي يصلك كل إشعاراتي وفيديوهاتي هنا بعد مرور ساعة كاملة صفيت هدك الأرز من الماء وحطيتها على المقليت مع هذ الشوربة دول عربية الأخرى يقولونها الشعيرية اوكي فأنا غادي شندير غادي نقليه مع التحريك المستمر ويكون النار متوسطة حتى تشوفي الروز تحك نشف صعيبو نشف والحبة التعب داو يتفارقو هكذا نجيب الماء الماء هناش حالة ديري الماء يكون ساخن أول حاجة والعبر تع الماء كل كاس تعروز ديري كاس ونص تعمى يكون ساخن كاس تعروز العبر نفسها ديري كاس ونص دعمه وهنا ضفت كاسين تعال الماء لأن الشعيرية كذلك خاصها الماء وكل يعني أنا درت المقدار تعال الشعيرية اللي هي شربة نصف كاس ضفت نصف كاس من الماء الساخن كذلك تعال الشعيرية والكاس ونص تعروز فهمتوني وقد نخليكم كذلك بالضبط الوصفة في زندق الوصفة هنا يا شادرس نخلي الوصفة الساعنة تعروزه الشعيرية نقصلها حدها يعني على النار جد جد هذيئة كأنك بدي بغية تطفيه وخليها خليها لي مدة 20 دقيقة ونغطي عليها وخليها ما تفتحياش أبدا نقوم بغية تطفيه في أول مرة نشوف نشوف قاع وخليه ما تحليش عليه خليه 20 دقيقة ونروحو نوجده الججج نحن عندي شرائح تعلججج قطعتهم الرقيق هكا وقليتهم قليتهم بعد ما قليتهم بالملح وخرتهم على جنب ونجيب هنا يا زبدة وشوكيه زيت في المقليات ونحط كاس تعل حليب وبالمناسبة العروز هذيك اللي لقدرته تحصى شي تعل جومبو جومبو زيت مع الماء في الروز اوكي وهنا نضيف كاس كذلك تعل ما وضعت فيه جومبو ونضيف هنا كذلك ملعقة تعل فارينا اللي هي الدقيقة الأبيان نحرك جيدا 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 وهنا نصيحة يعني لو ضيفه فقط نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة لانه هنا قبل ان يبقى ينشف ينشف بسرعة وهنا نضيفه ملعقة صغيرة من الطماطق المصبرة واذا كان عندك يعني البصل بصل تقلي تقطعه للشرائح لقيقة وتقليه ولي ولي ومع الطماطق بعدها نضيفه له الحليب والماء اللي فيه جومبو اما انا مبغيتش نضيف البصل قلت نضيره بودرة يعني هذا البصل غبرة نضيف قليل من التوم غبرة والبصل غبرة بهذا الشكل ونحرك جيدا ومن بعدها نضيف شوية فلفل اسود هذه هي التوابل اللي حطيتها ونحرك كما قلت لك الفاري نضيفه غير نصف ملعقة ما ديرش ملعقة كما درت انا لانه نشف لي واذا عصره ونشف لك ضيفه لها نصف كاس تحاليب وزيدة حركة مليح مليح ونقسي للنار من بعدها نضيف لها الجاشتاعي لكن هذه السلصة تجذبكها رائع بزاف مع الروس فقط جربها ورد عليها في التعليقات حتى ولكن تنشف جبنينا هنا بعد 20 دقيقة نطفي على النار ونبلغ عليه لمدة 10 دقائق اخرى وهي طافية النار من بعدها نحلليها ونحرك بالمعقاغة بشوية هكذا ويكون جاهز معنا هنا حطيت الجيش وحطيت الروس شوفوا الروس كيف يفهر على حبة ونصحة اخرى كي تحلي عليه تشوفيه ساخن يعني هنا ما تحركيش بزاف حركيه غيب شوية كي حاولي تحليه لانه ما يبغيش تحرك بزاف خلي حتي يتفى شوية ويسهل عليك تحريكه كي ما غد نوريلك الان هنا بعد ما تفاه معايا شوية ما راش ساخن شوفوا غد نوريلكم كيفاش ما راه لمع الجن ولا لاسق في المرميطة وعلى حبة يعني كل حبة متفرقة على اختها ومع هذك الشوربة خرج الذوق رائع بزاف يعني هذي الوصفة مجربة وناجحة وديريها ومليون في المياه ناجحة وغادي تعجبك وتعجب عاليتك وحتى ضيوفك هنا فقط للتزيين هذا الايطار حطيت الروز الداخل فيه وطلعتها غيب شوية شوفوا الديكور تاعش حال يجيش باب ولكن ما غاديش يدوم لانه هذي الروز غادي يعود يطيح كي بغيت نسور لقيتها طيح يعني تفركت لانه هذي الروز خفيف بزاف ننصحك تجربة هذي الوصفة بنينا بزاف وكملاحظة بقالة واحد الروز مع شوية جيش حطيتها في الثلاجة الغدوة من ذاك صدقوا بالله اني كيجبتها بلا ما نصخنها موالو بقى هذك طري وبنين وما نشف معايا ميبس ما حتى حاجة يعني كليتها بارد بارد وجاب بنين كانت هذي وصفتنا تعنهار اليوم نتمنى تكونوا خفيف على قلوبكم ما تنسوناش بدعم هذي القناة وشاركوا اتقائكم وحبابكم هذا الفيديو باي